في كل عام قبل عيد الأبحى المبارك يصبح لسوق المواشي أهمية كبيرة اليوم جينا نسأل أصحاب المواشي عن أكثر الأنواع طلبا وفي نفس الوقت جينا نسأل الناس كيف شايفين الأسعار هل هي مرتفعة ولا منخفضة الأسعار مهيب الغالي مثل الغالة هذا يعني مثلاً 2000-2009 هذا الحجم الكبير أما الحجم الوسط بلفو 8-2007 العام ما أخذ مثلاً 1300 واليوم بلفو 27 يعني أهمهم معقولة يعني دبل أكثر من دبل يعني ما وعلك كلام الأشاعات مغلين مرة في المواقع دي لا ما يلحق الدرجة دي الأسعار زينة شوي على شوفنا يعني النعيمي فيه بلفو 23 وفيه بلفو 8 وفيه بلفو 9 والله الأسعار غالية والناس يعني رافعينها على 3000-2007 لكن يعني اللي أدورت بتلقى الرخيص أعتقد أنها مرخفضة لأن الدعم جاء من الخارج بالنسبة للنعيم أسعار غالية أسعار مرتفعة من 3000 إلى 2700 إلى 2500 أسعار متفاوتة واحد يقول لك ثلاثة واحد يقول لك 2900 واحد يقول لك أربعة واحد يقول لك أسعار غريبة يعني عندك النعيمي السيلة باحد كان 2300 الآن 2009-2008 السواكن المفروض لكون يعني نفس العام الماضي تقريباً بعد الاستيراد السوق السنة عادي مرتبع على جميع على نوعها على مستوى النعيمي في زيادة مرة عن العام الماضي لكن بالنسبة للنوعية اللي أنا أشتريها أنا أشتري سواكني فشايفها ارتفاعها بسيطة يعني مش ارتفاعها زيادة يعني لقناة MBC محمد الصادق الرياض